أكد ساعة السيد محمد بن برهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء هي عملية مهمة هدفها التأكد من وصول هذه القرارات إلى غاياتها في تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة وما يتضمنه من خطط تنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية الشاملة في المملكة وأشار المطوع خلال كلماته بافتتاح الورشة التدريبية الأولى لمتابعة قرارات مجلس الوزراء ألكترونيا التي عقدت بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم بحضور سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والمدراء من مختلف الجهات الحكومية أشار إلى أن تدشين المنظومة الألكترونية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء يعد جزءا مكملا لمنظومة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ومتابعة ملاحظات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تهدف إلى تحقيق المتابعة الدقيقة والمنتظمة من جهته أكد سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء على ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام وحرص كبيرين على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتوجيه بشكل دائم إلى سرعة التعامل مع هذه القرارات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي لسيما تلك التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين ومتطلباتهم المعيشية والخدمية يشار إلى أن المنظومة الإلكترونية لمتابعة قرارات مجلس الوزراء تشمل كل قرارات مجلس الوزراء منذ بداية التشكيل الوزاري الحالي في نوفمبر 2014 وحتى الآن حيث بلغ عددها لحد الآن حوالي 685 قرارا حتى تاريخه ترجمة نانسي قنقر